موسيقى إذن رندا يعني يبدو بأن العامل الرئيسي اليوم تتابعه الأسواق العالمية هي تحركات أسعار النفط والترقب أيضا لاجتماع أوبيك بلاس خلال يوم الخميس كيف ستكون تأثيرها أيضا وهل من مفاجآت هذا ما نود أن نعرفه أيضا وما سيجيبنا عليه ضيفنا من دبي رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكوتي أسعد الله أوقاتك رائد يعني ما نتابعه اليوم هي التحركات على أسعار النفط والمحاولة التماسك خام برينت عن مسويات 80 دولار برأيك اليوم هل من مفاجآت قد نجدها في اجتماع أوبيك بلاس في اليوم الخميس الثلاثين من هذا الشهر حقيقة سالي يعني المستثمرين ينتظرون بفارق الصبر أن يكون في عنا مفاجأة حقيقة في أسعار النفط لتعود مجددا أسعار النفط نحو يعني التريند خلينا نقول اللي كانت تتحرك في الآوينة الأخيرة أو على الأقل تقدير منذ بداية تعاملات هذا العام ونحن في عنا بولنتري كاتس وتخفيضات طوعية وضغط كبير من جانب السبلاي أو من جانب المعروض النفطي في مقابل كان هناك آفاق نوعا ما محدودة ويعني يشبها بعض القلق فيما يتعلق بالطلب ولكن هي إيجابية أفضل مما كانت عليه يعني بالرغم من السلبية اللي كنا عم نشوفها في نمو الطلب وتوقعات نمو الطلب إلى أنه يعني هي أفضل من القراءات السابقة ولا يزال هناك هذا التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني يلمو بشكل أكبر وأن الاقتصاد الأوروبي يعني يخفف من أحدة الركود أو الكساد الذي يمكن أن يعيشه هذا الاقتصاد بالتالي ممكن أن يتفاعل سعر النفط بشكل أفضل ولكن حتى الآن نحن عم نشوف البيانات الصينية اليوم الصبح يعني جاءت بسلبية وضغطت دقيقة على أسعار النفط بالاتجاه الهابط وممكن أنه يعني وأن تمكن النفط من تحقيق أسبوع بين المكاسب بعد سلسلة من التراجعات ولكن أعتقد العملية مرهونة تخفيضات إضافية طوعية طيب يعني رائد يعني السيناريوهات المتوقعة يعني أن توقعنا بأننا قد نشهد تخفيضات إضافية يعني يتم الاتفاق عليها الفترة المقبلة المستويات فوق المئة الدولار هل نعود ونشهدها وإن فعليا حصلت وشهدناها معنا لفترة أطول يعني هذا ما سيغير ربما كذلك نظرات صنع السياسة النقدية من جديد حول هذه المستويات بما تؤثر بطبيعتها على التدخل العملية مرتبطة بكل كفتي البعادلة الطلب والعرض يعني نحن عم نشوف المعروض ممكن يكون فيه عندنا ضغط أكثر بالاتجاه الهابطة ولكن يعني بالنهاية يعني دون أن يحول دون ربحية أو نجاعة العمل بالنسبة لأوبك بلس بالتالي لا يمكن أن يكون هناك تقليصات كبيرة أو خارج عن الإطار المعقول وبالتالي نحن ممكن نشوف الضغط أكثر بالاتجاه الصعد إذا ما تحسنت أفاق الطلب إذا ما بدأت البيانات الصينية بالتحسن تدرجين إذا ما سمعنا وهذا ما ينتظره جميع المستثمرين في الصين على وجه التحديد حزم تحفيز للاقتصاد الصيني لأنه هو أعتقد أساس المشكلة في ضغوط أسعار النفط بالاتجاه أو انضغط أسعار النفط بالاتجاه الهابط فالعملية تتطلب تحسن في الطلب إضافة إلى بقاء واستمرار وربما زيادة التخفيضات الطوعية نعم رائد يعني عم نشوف اليوم أسعار الذهب التي تلامس أعلى مستوياتها في ستة أشهر تقريبا مستفيدة من التراجعات على مؤشر الدولار برأيك اليوم التراجعات على الدولار أيضا قد يسجل خسائر شهرية في شهر نوفمبر هي الأسوأ خلال عام 2023 إلى أي مدى هذا الأمر سيعطي مزيد من الزخم بالنسبة لأسعار الذهب سالي نحن كان عندنا الأسبوع الماضي وإجت هذه القراءة بأقل من التوقعات وهذا يعطي نوعا ما أفق أن الفيدرالي ليس مضطرا إلى أن يقوم بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة لهذا الأسبوع عمل نستنى الـ PCE Numbers وهي بيانات الاستهلاك الشخصي وهو أحد الأبرز المؤشرات التي يتابعها الفيدرالي حقيقة ونعود نسترجع المحضر ونسترجع خطاب جيرون باول بانتظار بيانات تؤكد الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية إذا ما جاءت القراءة بأقل من التوقعات أعتقد أن ذلك سوف يضغط أكثر على أداء الدولار الأمريكي وسوف يقلص البدة الزمنية التي قد تبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة وربما نبحث عن تخليصات في أسعار الفائدة خلال الرمع الرابع من العام القادم وهذا سوف يشعل حقيقة أداء الذهب بشكل أكبر شكل الذهب كيف تفاعل بشكل واضح مع البيانات الأسبوع الماضي وانطلق هذا الانطلاق القوي بفوق مستويات الألفين دولار الذهب مرشح إلى أن يزور القمة التاريخية في ظل التركيبة الموجودة حاليا ضعف الدولار الأمريكي وبنفس الوقت اقتراب دورة تشديد السياسة النقدية من الانتهاء والأول توجه نحو سياسة ترتيسيرا في المستقبل رائد قرأنا كذلك في بيانات تضخم بالنسبة ليابان التي تعود لمستويات 2020 ربما نتحدث عن أعلى من مستهدفات بنك اليابان هذه المرة برأيك ماذا نتوقع في الاشتباع المقبل لبنك اليابان هل هناك تغييرات بعيدا عن المتابعة فيما يخص منحنا العائد ولكن نتحدث عن السياسة التسيرية التي لا يزال يتبعها البنك لا أعتقد أنه سوف يكون البنك المركزي الياباني بتغيير كبير عن هذه السياسة خصوصا كان هناك توقعات كبيرة بأن يكون في عنا تدخلات من البنك اليابان عندما تتجاوز أسعار الصرف في مستويات 150 خصوصا عندما شهدنا قوة الدولار الأمريكي الأخيرة وفعلا وصلنا تقريبا إلى قرابة 152 التراجعات كانت بفعل ضعف الدولار الأمريكي ليس في الياباني بحد ذاته وبالتالي ذلك ما نريد الإشارة إليها البنك المركزي الياباني مكتفي بسياسته الألترالوز والتحكم بمنحنة العوائد دون أن يكون هناك تغييرات كبيرة اليابان عاشت فترة طويلة من الإنفليشن المنخفض الضعيف الـ CPI Numbers متراجع بشكل كبير جدا فقاء استقرارها أعلى بشكل قليل لا أعتقد هو الأزمة إنما هو أمر مطلوب نوعا ما بالنسبة لصناع السياسة وهذا يعني أنهم سيحافظون على السياسة النقدية بشكلها الحالي دون تغييرات كبيرة إلا إذا تطلب الأمر في حال كان هناك توجهات كبيرة نحو الياباني أو سوق العملة تحديدا تأثر بشكل كبير ولكن عدا عن ذلك البنك المركزي ملتزم بسياسته بالتدخل من خلال عمليات الشراء العملات الأجنبية والدفاع عن الياباني إذا تطلب الأمر إضافة إلى السياسة التحكم بالعائد نشكرك رائد الخضر وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر